مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس الخليج المزمعي قامته في البصرة تستعد الفرق التطوعية والأوساط الرياضية في واسط للمشاركة في إنجاح هذا الكرنفال مؤكدين دعمهم تام لهذه البطولة وداعين السياسيين لابعاد الخلافات والمشاكل عن الرياضة هذا الحدث سيكون ناجح جدا بمساعدة الفرق التطوعية والجهات الحكومية وحتى الجهات الأمنية والمجتمعية لذلك أنا أناشد دولة رئيس الوزراء وكل السادة قائدي القوات المسلحة على اعتبار كل شخص في صفحات الفيسبوك وتويتر وما يصدر هناك في قنوات إعلامية بملاحقته قانونيا ومعاقبته ضمن قانون أربع أرهاب هذه هي تجمع الفئات تجمع المجتمع هي حبل العالم نتمنى أن يكون تنظيم قوي كتنظيم المونديال فنرجو من السادة النواب لابتعاد عن التصريحات النابية قبل الخليج 25 الأوساط الشبابية والعشائرية في واسط أكدوا أنهم لم يسمحوا لأي جهات حزبية أو سياسية من عرقلة هذا الحفل الكبير كون نجاحه يعتبر نجاحا للعراق إلى الحكومة محذرين في الوقت ذاته أي سياسي يستغل اسمهم أو عنوان الاحتجاج اليوم نحن كرسالة شبابية من هذه الرحمة الاحتجاجات ومن الرحمة المعانات نمنع أي ساة أو أي شعارات ترفع في خليج 25 ندعو للشعارات الوطنية التي تحمل اسم العراق أولا وهذه الرسالة نريد أن نبعثها إلى كل الدول بأن العراق هو محل استقطاب جميع الدول اليوم نحن كمهتجين أصواتنا واصلة إن كان بطولة خليج عربي أو غير بطولة أصواتنا واصلة والعالم كلما تابعنا والقلوات الفضائية جاية تنقل احتجاجاتنا هذا المحفل الكروي ما إلى دخل اليوم نحن نحاول نطلع العراق بأحلى صورة كرياضة نحن اليوم نجاحه متى لنجاح السياسي ولا نجاح حكومة اليوم نجاحه رياضة بالعراق فقط دعوات شعبية وجماهيرية لإنجاح خليج خمسة وعشرون ورفض واسع للأصوات الداعية لرفع اهتافات وشعارات من شأنها الإساءة للعراق من محافظة واسط محمد الإمارة دجلة اشتركوا في القناة